دمار هنا، نزوح هناك، وحرب على الأبواب هكذا بات المشهد في إقليم تيجري في إثيوبيا التي باتت الأوضاع فيها تتعقد أكثر فأكثر خصوصاً مع إعلان الحكومة الإثيوبية حصارها للإقليم المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية رضوان حسين قال إن الحكومة الاتحادية طوقت عاصمة إقليم تيجري على مسافة خمسين كيلومتراً بعد أن منحت الجبهة الشعبية لتحرير تيجري مهلة 72 ساعة للاستسلام ووصفت الحكومة الإثيوبية الوضع الحلي في البلاد ببداية النهاية من جهته وبتصريحات قوية واجه زعيم جبهة تيجري أخبار الحكومة الاتحادية قائلاً إن شعبه مستعد للموت من أجل الدفاع عن حقوقه مهلة أبي أحمد رئيس الوزراء التي منحها لقوات تيجري شارفت على الانتهاء وعلى الجانب الآخر ثبات وإصرار على الموقف بينما اقتصر التدخل الأممي حول ما يجري في إثيوبيا بتحذيرات لحماية المدنيين ترجمة نانسي قنقر